بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الموضوع الذي سأتحدث عنه هو عن مستويات القياس أو levels of measurement قد يسأل سائل ما هي أهمية أو فائدة معرفة أو تحديد نوع المتغيرات أو نوع البيانات أو بشكل عام نوع مستويات القياس نقول بأنه لإجراء بعض التحليلات والعمليات الإحصائية نفترض أن البيانات أو المتغيرات لها نوع محدد فعلى سبيل المثال لإجراء عملية حساب التكرارات طبعا يمكن إجراء هذه العملية لأي نوع من أنواع البيانات سواء كانت nominal بمعنى اسمية أو ordinal ترتيبية أو interval فترية أو ratio نسبية ولكن لحساب الوسيط الميديان لا يمكن حساب الوسيط عند حال البيانات تكون اسمية بينما يمكن حسابه في الأنواع الثلاثة الأخرى عملية الجمع أو الطرح لقيمة البيانات لا يمكن إجراءها لأول نوعين من أنواع البيانات الإسمية والترتيبية على سبيل المثال لحساب الوسط الحسابي المين أيضا لا يمكن إجراء حساب للوسط الحسابي للبيانات من النوع الإسمي أو الترتيبي ويمكن حسابه فقط في حال البيانات تكون بيانات فترية أو بيانات نسبية إذن هذه أهمية معرفة أو تحديد نوع البيانات أول نوع وأول وأبسط نوع من أنواع البيانات هو البيانات الإسمية أو ما يسمى بالمقياس الإسمي وأبسط نوع أو مثال على هذا النوع من البيانات هو الجنس الجنس طبعا هنا يصنف إلى تصنيفين إما ذكر أو أنثى طبعا لا توجد أداة قياس لا توجد قيم خاصة لهذه الخاصية ولا يوجد هنا ترتيب معين للجنس بمعنى لا يجوز أن نقول أن الذكر له الترتيب الأول والأنثى الترتيب الثاني أو العكس إذن هنا في هذا النوع من البيانات هي عملية تصنيف تصنيف البيانات حسب تصنيفات أو تصنيفان أو أكثر في بعض الأحيان نستخدم أرقام معينة في هذا النوع من البيانات طبعا هذه الأرقام فقط لغايات التحديد والتسمية فقط لا غير من العمليات الإحصائية التي يمكن إجراءها إجراءها عملية الكاونتس العد فريكونسي حساب التكرار حساب النسبة المئوية وحساب المود أو ما يسمى بالمنوال أما بالنسبة للعمليات الإحصائية المتقدمة فيمكن على سبيل مثال إجراء اختبار كاي سكوير على هذا النوع من البيانات لنفهم الموضوع أكثر هذه بعض الأمثلة على البيانات الإسمية كما تحدث عن الجنس بالنسبة للأكاديميك ديبارتمنت الأخسام الأكاديمية أو العلمية نقول قسم اللغة الإنجليزية قسم الرياضيات قسم الفنون قسم التكنولوجيا إلى آخره بالنسبة للأيدنتيتي نمبر رقم التحديد أو عملية التوصيف طبعا تعطى في بعض الحالات أرقام معينة هذه الأرقام الغرض منها هو فقط عملية تحديد شخص أو كود أو شيء محدد بالنسبة لعملية اختيار اللون المفضل على سبيل المثال تعتبر بيانات إسمية عملية الاستجابة على استبانة بي نعم أو لا أيضا تعتبر بيانات إسمية عملية ذكر الحالة الاجتماعية أو المرتل ستيتوس عملية ذكر دولة أو مكان الولادة أو الجنسية أيضا بيانات إسمية في بعض الأحيان استخدم كود خاص للمدن أو الدول إذن هذا الكود يعتبر من البيانات الإسمية هذا مثال بسيط هنا في أحد الصفوف هناك عشرين تلميذ من كلا الجنسين الذكر والأنثى حسب الجدول الموجود أمامنا هنا إذن ببساطة يمكن استخلاص عدد التكرارات للذكور والإناث من هذا الجدول فنقول عدد الذكور هو تسعة من عشرين وبينما عدد الإناث هو احداش من عشرين إذن لاحظ هنا عملية العد متاحة في هذا النوع من البيانات عملية حساب النسبة المئوية على سبيل مثال النسبة المئوية للذكور نقول تسعة ذكور من عشرين مضروبة فيه مئة بالمئة تساوي خمسة أربعين بالمئة النسبة المئوية للإناث تساوي خمسة خمسين بالمئة أيضا بالإضافة إلى حساب التكرار والنسبة المئوية يمكن تحديد ما يسمى بالمود وهو المنوال المنوال في الإحصاء هو البيانات أو القيم أو الخاصية التي تتكرر أكثر من غيرها إذن المنوال في هذه البيانات هو جنس الإناث لأن عدد الإناث هو 11 بينما عدد ذكر هو 9 إذن لاحظ بهذا النوع من البيانات يمكن إجراء عمليات وتحليلات إحصائية بسيطة نوعا ما بالنسبة للنوع الآخر هو المقياس الترتيبي وفي هذا النوع من المقياس هنا الترتيب أصبح ذو أهمية فعلى سبيل المثال النتيجة الخاصة بصباق معين عملية معرفة صاحب الترتيب الأول وصاحب الترتيب الثاني وصاحب الترتيب الثالث هي الأمور المهمة في هذه البيانات طبعا هنا نحن لا نهتم بالفترة الزمنية التي استارقها صاحب المركز الأول أو صاحب المركز الثاني أو صاحب المركز الثالث نحن فقط معنيون بالترتيب لا غير إذن هنا البيانات لا يتم قياسها إذن لا توجد أداة قياس الأوردر أو الترتيب هنا هنا الترتيب مهم هل المسافات متساوية ما بين البيانات بمعنى آخر لاحظ الفرق ما بين الفترة الزمنية التي استارقها صاحب المركز الأول والثاني قد تختلف عن الفترة الزمنية بين المتسابق الثاني والثالث أو المسافة التي خلفها المتسابق الثاني عن الأول قد لا تكون نفس المسافة التي خلفها المركز صاحب المركز الثالث عن المركز الثاني أيضا هنا لا معنى لقيمة الصفر في هذه البيانات إذن هنا البيانات يمكن أن ترتب ranked أو order والاختلاف ما بين هذه الترتيبات ليس ذو أهمية طبعا نتم أعطاء مسميات أو توصفات مثل نقول high, medium, low بالنسبة للعمليات الإحصائية الوصفية التي يمكن إجراء على هذا النوع من البيانات يمكن إجراء أو حساب قيمة الوسيط والمنوال لاحظ قيمة الوسيط في حال البيانات الأولى الإسمية لم تكن متاحة أما بالنسبة للتحليلات الاستدلالية فيمكن الحصول على معامل ارتباط سبيرمن على هذا النوع من البيانات هذه بعض الأمثلة على البيانات الترتيبية عملية الاستجابة لاستبانة لمعرفة مدى الرضا عن الخدمة التي تقدمها شركة معينة على سبيل مثال إذا كانت الاستجابة excellent تكون الترتيب هنا أعلى من الأفيرج بمعنى متوسط والأفيرج أعلى من البور إلى أخي إذن هنا الترتيب مهم لاحظ بالنسبة للدرجات العسكرية أيضا تعتبر من هذا النوع من البيانات عملية النتيجة النهائية في اختبار معين دون ذكر العلامة فقط عملية ذكر التصنيف على سبيل مثال excellent بمعنى ممتاز أو very good جيد جدا أو good أو average إذن هذه كلها بيانات ترتيبية عملية تحديد صاحب المركز الأول أو الثاني أو الثالث في سباق معين أيضا يعتبر من البيانات الترتيبية المستوى التعليمي أيضا تعتبر من هذا النوع من البيانات فعلى سبيل مثال high school diploma يكون مثلا مستوى أقل من مستوى الباكالوريوس ومستوى الكالوريوس يكون أقل من مستوى الماستر والماستر يكون أقل من مستوى الـ phd إذن تعتبر هذه بيانات ترتيبية الأكاديمي الكارير الوظيفة الأكاديمية على سبيل مثال المدرس قد تكون أقل من رتبة الـ professor مساعد وأقل من الـ professor وأعلى شيء يمكن يكون الـ counselor الـ management level أو المستوى الإداري أو المسمى الإداري عسب الى مثال المتدرب كمستوى وظيفي أقل من المهندس أو أقل من المشرف المشرف أقل من المهندس المهندس أقل من المدير المدير أقل من المدير التنفيذي وإلى آخره إذن كل هذه عبارة عن أمثلة خاصة بالبيانات الترتيبية لنأخذ هذا المثال لمعرفة ما هي نوع العمليات والتحليلات الإحصائية الوصفية التي يمكن حصول عليها للبيانات الترتيبية لنفترض هناك عشر تلميذ وتم حساب العلامات النهائية لهؤلاء التلميذ من 100 وتم تحويل العلامة من 100 إلى grade على سبيل المثال من 90 إلى 100 تعتبر excellent معنى ممتاز من 80 إلى 89 تعتبر very good إلى آخره فعلى سبيل المثال الطالب الأول حصل على علامة 95 إذن يعطى grade excellent بشأنها ممتاز الطالب الثاني أخذ العلامة 92 أيضا أخذ لgrade excellent لاحظ هنا الطالبان لديهما نفس grade ولكن score يختلف بمعنى أن أداء الطالب الأول فعليا هو أفضل من أداء الطالب الثاني ولكن هنا بسبب الاهتمام بالترتيب إذن هنا نقول أن التلميذين حزاء على نفس الترتيب بالنسبة للطالب الثالث حصل على 87 بتقدير جيد جدا الطالب الرابع 85 أيضا جيد جدا الطالب الثالث أو الطالب الخامس حصل على 80 أيضا جيد جدا لاحظ مع أن أداء الطالب الخامس هو أقل من الرابع و أقل من ثالث إذن الثلاثة حصلوا على نفس التقييم لاحظ أبسط أنواع العمليات أو التحليلات الإحصائية عملية حساب الفيونسي أو التكرارات فعلى سبيل مثال الأكسلنت الممتاز كان عدد تكرارات فيها ثلاثة الـ very good جيد جدا كان أيضا ثلاثة الـ good بمعنى جيد كان عددهم طالب واحد والـ poor ضعيف كان عددهم ثلاثة لاحظ يمكن أن أعطى ترتيب معين أو rank معين فعلى سبيل مثال صاحب التقييم الأكسلنت يأخذ rank 1 ترتيب رقم واحد والجيد جدا رقم اثنان والجيد رقم ثلاثة والضعيف رقم 4 يمكن أيضا حساب أو معرفة المود أو المنوال طبعا المنوال في الإحصاء تعريفه هو القيمة التي تتكرر أكثر من غيرها طبعا هنا التقييمات الخاصة بالـ excellent الممتاز والـ very good شيء جدا والـ poor ضعيف كان لها أعلى تكرارات وهي ثلاثة لكل منها إذن نقول هنا يوجد ثلاث منوالات منوال خاص بالـ التقييم الـ excellent منوال للـ very good ومنوال للترتيب الطائف يمكن أيضا حساب قيمة الوسيط والوسيط ببساطة لأي نوع من البيانات أو لأي بيانات هي القيمة الوسطى التي تنصف البيانات بحيث تكون 50% أعلى منها و50% أقل منها طبعا هنا بداية يجب ترتيب البيانات إما ترتيب تصاعدي أو تنازلي حسب الـ grade لاحظ لدينا هنا عشر قيم للـ grade إذن القيمة الوسطى هو ما يسمى بالوسيط هو الموقع للبيانات الخامسة هو السادس البيانات الخاصة بالقيمة الخامسة هي very good بـ rank 2 والسادسة أيضا very good أيضا rank 2 إذن هذا موقع الوسيط قيمة البيانات في الوسط طبعا هنا لأن العدد البيانات زوجي نأخذ قيمتين في الوسط ونحسب المتوسط الحسابي لهم طبعا very good أخذ rank 2 إذن نأخذ الوسيط لـ 2 زايد 2 إذن الوسيط هنا 2 إذن هذه هي العمليات والتحليلات الإحصائية التي يمكن الحصول عليها من البيانات الترتيبية النوع الثالث من البيانات أو المقياس ما يسمى بمقياس الفئوي أو الفتري أو الانتيرفال data وأفضل مثال لفهم هذا المقياس أو هذه البيانات هو قياس درجة الحرارة بالدرجة المئوية أو الدرجة الفارنايت في هذا النوع من القياس توجد أذات قياس إذن مجر دياس هل هناك ترتيب؟ نعم هناك ترتيب بحيث نقول أن درجة الحرارة 45 هي أعلى من الحرارة 44 والحرارة 44 درجة مئوية هي أعلى من الحرارة 43 هل هناك مسافات متساوية ما بين البيانات أو الفترات الخاصة بالبيانات؟ نعم بمعنى الفرق ما بين درجة الحرارة 40 و 39 هو نفس الفرق ما بين درجة الحرارة 39 و 38 والفرق هو درجة مئوية هل هناك معنى للصفر في هذه البيانات؟ لا يوجد هنا معنى خاص بالصفر بمعنى عند الحصول على درجة الحرارة قيمتها صفر درجة مئوية لا يعني هذا أنه لا توجد حرارة إذن قيمة الصفر هنا قيمة افتراضية إذن هنا أصبح الفرق ما بين البيانات أو الفترات الخاصة بالبيانات أصبح متساوية قيمة الصفر هو قيمة افتراضية من البيانات الإحصائية الوصفية التي يمكن الحصول عليها يمكن الحصول على المود المنوال الميديان الوسيط المين الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومن التحليلات الاستدلالية التي يمكن الحصول عليها يمكن حساب معامل الارتباط بيرسون هذه بعض الأمثلة على البيانات الفترية بالنسبة للتحصيل الأكاديمي طبعا التحصيل الأكاديمي هناك أداة قياس هو اختبار يقيس على سبيل المثال العلامة من 100 هل هناك ترتيب؟ نعم هناك ترتيب العلامة مثلا 95 هي أعلى من العلامة 90 و90 أعلى من 85 إلى آخره هل المسافة ما بين الفترات متساوية؟ نعم بمعنى الفرق ما بين العلامة 80 و 85 هو نفس الفرق ما بين العلامة 75 و 80 بالنسبة للصفر بالنسبة للصفر طبعا هنا الصفر افتراضي لا يوجد تحصيل قيمته صفر لأي تلميذ في أي مبحث حسب علماء التربية وعلماء النفس لهذا السبب في بعض الجامعات والكليات يعتبر صفر الجامع هو 35 من 100 تحدثت عن درجة الحرارة بالدرجة المئوية والفارنهايت أيضا قياس مستوى الذكاء هناك أداة قياس لقياس مستوى الذكاء وهناك ترتيب وهناك نقول ذكاء مرتفع ومتوسط ومنخفض أيضا الفروق أيضا متساوية أما بالنسبة للصفر فالصفر أيضا افتراضي في هذا النوع من البيانات لا يوجد شخص بمستوى ذكاء صفر هذا مثال يوضح كيفية حساب بعض العمليات الإحصائية الوصفية للبيانات الفترية يمكن حساب المتوسط الحسابي والمنوال والوسيط على سبيل المثال تم رصد متوسط درجة الحرارة في مكان ما لمدة 20 عام ابتداء من سنة 2000 لغاية 2019 وكانت درجة الحرارة كما هو موجود في الجدول على اليسار طبعا ببساطة يمكن استخراج قيمة الوسط الحسابي لهذه البيانات من خلال قسمة جموع البيانات وهي 439 على عدد البيانات وعددها 20 إذن تكون قيمة الوسط الحسابي هو 21.95 بـ 100 لاحظ أيضا يمكن يمكن حساب قيمة المنوال والمنوال كما ذكرت هو القيمة التي لها أكبر عدد من التكرارات فلو حسبنا عسب المثال لـ 19 درجة مئوية تكررت مرة واحدة العشرون تكررت أربع مرات لاحظ درجة الحرارة 23 درجة مئوية تكررت خمس مرات على مدار العشرين عام إذن نقول المنوال هنا هو درجة الحرارة 23 درجة مئوية أيضا يمكن حساب الوسيط والوسيط هو ببساطة بعد عملية ترتيب البيانات بشكل تصاعد أو تنازلي نأخذ القيمة الموجودة في الوسط بما أن عدد البيانات هنا زوجي إذن منطقة الوسط هنا قيمتان وترتيب القيمتان هنا نقول 20 تقسيم 12 إذن الترتيب رقم 10 والترتيب رقم 11 الترتيب رقم 10 هي درجة الحرارة 22 والترتيب رقم 11 أيضا درجة حرارة 22 إذن نأخذ المتوسط الحسابي لحساب الوسيط إذن نقول الوسيط هو متوسط 22 و 22 إذن 22 درجة هي مقدار الوسيط إذن هذه العمليات أو البيانات الإحصائية التي يمكن الحصول عليها باستخدام هذا النوع من البيانات وهي البيانات الفترية النوع الأخير والذي يكون له أعلى مقدار للدقة في الحسابات والذي يمكن إجراء أكبر عدد ممكن من التحليلات الإحصائية سواء كانت وصفية أو استدلالية هو البيانات أو المقياس النسبي وأفضل مثال لتوضيح معنى البيانات أو المقياس النسبي وقياس ارتفاع شخص إذن يوجد أداة قياس في هذا النوع من البيانات الترتيب أيضا له معنى هنا فنقول صاحب الطول 170 سنتيمتر هو أطول من صاحب الطول 165 سنتيمتر هل المسافة ما بين البيانات أو الفترات متساوية نعم الفرق ما بين الطول 175 و 170 سنتيمتر هو نفس الفرق ما بين الطول 170 سنتيمتر و 165 سنتيمتر هل الصفر هنا له معنى؟ نعم هنا له معنى وليس صفراً افتراضياً لاحظ في هذا النوع من المقياس سم بالمقياس النسبي لأنه يمكن قياس قيمة النسبة على سبيل المثال نقول صاحب الطول 100 سنتيمتر هو نصف صاحب الطول 200 سنتيمتر بينما في المقياس الفتري على سبيل المثال لا يجوز أن نقول أن درجة الحرارة 20 هي نصف درجة الحرارة 40 أو أن شدة الحرارة عند حرارة 40 هي ضعف شدة الحرارة عند الحرارة 20 إذن لهذا السبب يسمى هذا المقياس قيمة المقياس النسبي إذن هنا النقطة المهمة أن الصفر له قيمة وله معنى طبعاً من خلال هذه البيانات يمكن حساب كل أنواع التحليلات الإحصائية سواء كانت الإحصاءات الوصفية أو الاستدلالية من البيانات الاستدلالية يمكن حساب على سبيل المثال معامل الارتباط بيرسون هذه بعض الأمثلة للبيانات النسبية الويت الوزن لاحظ هنا قراءة الوزن على هذا الميزان هو صفر بمعنى أنه لا توجد لا يوجد أي شيء موجود على الميزان إذن الصفر هنا أصبح له معنى العمر العمر أيضاً يمكن اعتبار الصفر هنا هو بداية ميلاد الشخص بالنسبة لقياس المسافات أو الأبعاد باستخدام أدوات القياس أيضاً تعتبر بيانات نسبية عملية حساب الأطوال أيضاً كما ذكرت هي بيانات نسبية عملية حساب الفترة الزمنية أصبحت بيانات نسبية عملية حساب النفقات اليومية أيضاً تعتبر بيانات نسبية طبعاً الصفر هنا له معنى قيمة الدين العام للدولة أيضاً تعتبر بيانات نسبية والصفر أيضاً موجود وله معنى ديلي إنكم مقدار الدخل اليومي أيضاً يعتبر من هذا النوع من البيانات عملية حساب الصعة أو الحجوم عملية حساب درجة الحرارة عملية قياس سرعة مركبة طبعاً في حال سرعة مركبة صفر معنى الصفر هنا أن المركبة متوقفة ولا تتحرك إذن الصفر هنا له معنى عملية قياس ميلان سطح معين أيضاً يعتبر من البيانات النسبية لنأخذ هذا المثال هنا لدينا عشرين تلميذ تم قياس وزن العشرين تلميذ فكانت النتائج كما هو مبين في الجدول على اليسار طبعاً هنا العمليات البسيطة مثل عمليات الحساب وعمليات التكرارات طبعاً يمكن حسابها ببساطة عملية حساب المتوسط الحسابي ببساطة نقول مجموعة البيانات أو مجموعة الأوزان بالكيلوغرام نقسم على عددها وهي عشرين إذن نحصل على الوسط الحسابي وهو اثنين وثلاثين وخمس وثمانين بالمئة كيلوغرام إذن يمكن حساب الوسيط من خلال هذه البيانات أيضاً يمكن حساب المنوال والمنوال هو القيمة أو الوزن الذي له أعلى قيمة للتكرارات نجد هنا أن الوزن تسعة وشرين كيلوغرام له أعلى قيمة وتكرر ثلاث مرات إذن نقول أن المنوال هو الوزن تسعة وشرين كيلوغرام بالنسبة للوسيط أيضاً يمكن حساب قيمة الوسيط لحسابه طبعاً نرتب بداية الأوزام بطريقة ترتيبية إما تصاعد أو تنازلي وبما أن عدد البيانات هنا عدد زوج عشرون إذن منتصف هذه البيانات هي القيمة العاشرة والحادي عشر القيمة العاشرة هو الوزن 32 كيلوغرام والقيمة الحادي عشر هي القيمة 33 كيلوغرام إذن للحصول على الوسيط لهذه الأوزان نأخذ متوسط هذين الوزنين إذن يكون قيمة الوسيط هو 32.5 كيلوغرام إذن لاحظ بهذا النوع من البيانات البيانات النسبية يمكن الحصول على كل أنواع الإحصاءات سواء كانت الإحصاءات الاستدلالية أو معظم البيانات الوصفية هذا كل ما يتعلق عن نوع المقاييس أو ما يسمى بنوع المتغيرات أو نوع البيانات شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر